بارح فيه صورة انتشرت كتير جداً لمحمد عبد المنعم صورة لو اتخذت بالشكل ده يعني فنقول ان محمد عبد المنعم عمل كارثة ولو كان قصدها كان هتبقى كارثة الكوارث وكنت انا شخصياً عمري ما هحترم محمد عبد المنعم تاني بس محدش كلف نفسه انه يشوف هو محمد عبد المنعم اللي هيخليه يعمل لقطة زي دي لو هو قصده انه يعمل إساءة يعني هيعملها المين لجمهور المزنبي اللي كان حاضر في المدرجات في السادة الكهرة مثلاً وللعبة المزنبي اللي كانوا مسلمين آه صحيح كان بضياط بس ما كانواش بيعملوا أزمة في الملعب ولا هيعملها للمدير الفني للنادي الأهلي مثلاً متضايق منه عشان ما بيشاركوش في المباريات ولا هيعملها المين يعني الأصل يعني أول حاجة أنا فكرت فيها أول ما شفت الصورة قلت طب هو لو قصد حركة سيئة كده هيبقى أعملها المين فالطبيعي انه مش هتلاقي حاجة أصلاً تخلي محمد عبد المنعم يعمل كده فانا اكتشف بعدها على طول انه الراجل كان عنده مشكلة في بطنه في عضلات بطنه كان فيه خدوش أنا آسف يعني بطنه حرقاة عشان اتخدشت فإحنا أنا آسف والله فإحنا رحنا نبص كده على لو إيدك تخشت كده بتلقاية رحي انت عامل كده باصص تمام؟ حاجة تلقاية جداً يعني بيدوم ما تقصد يعني ما بتفكرش أنا رح تعريت إيديا مثلاً ما بتفكرش بسرعة عايز تبص كده عشان إيدك تعورت فالراجل كان في لحظة عفوية عمل اللقطة دي مصور شاطر بالمناسبة مش بلوم المصور اللي خد اللقطة مصور شاطر فرح خدها فطلعت الصورة بشكل تاني خالص أو الناس فصلتها بشكل تاني خالص الطبيعي هنسمع نعرف طيب تعالي شوف محمد عبد المناء يمقال إيه النهاردة حل الحكاية دي الستوري بتاعته على الإنستجرام نحطها عشان تعرف إنه الحكاية تلعت أبسط من كده بكتير يعني قالك الحمد لله على مكسب مبارح ويرب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون سانياً ومحضت ألافات كتيرة كده الصورة اللي علق عليها أصحاب النواية السيئة بعد المطش وفسروها بشكل غلط أنا تعرضت لكدمة قواية أسفل عضلات البط وشعرت إنه حصل جلط اللي هو الخالش اللي بقولك عليه دوت كده لما تتجلت كده يعني للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بألام تصرفت لما توجهت بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد وعلى فكرة الدكتور أحمد جبالله شاهد على كل اللي أنا بقوله وعملت أشعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالي بيبو على علم من الأشعة اللي عملتها يريد أن الناس تتقي ربنا أنا راجل متربي وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده صح؟ ببساطة هو يعني ببساطة هو الموضوع طلع حاجة بسيطة يعني أجماعة أنا والله قبل ما أرى الستوري ديت هو هيعمل كده المين آه في لعيب ممكن يخرج عن شعوره ويعمل تصرف خاطئ بس حتى لو عايز يعمل تصرف خاطئ هيعمله المين وبممناسبة إيه مفيش أي سبب خالص فعلى طول بس على الأقل نفكر الناس قفشت السورة والحق والمجرم القاتل المش عارف إيه إيه يا باشا بالروح ليه طيب استنى أفكر حتى أنت